اشتركوا في القناة اي وحد يطلق يزيدهم معاشا جيد مغشمره ليش؟ أول لأنه بيتحمل شيلون منه علاوة الزوجية حتى بعض اليوم انت مثل معاشك ألف دينار لا ييت تطلع إجازة شالوا البدلات يا ديوان الخدمة انزيل أنا عايش على هالمعاشا على الليف المعين واليوم احنا في البيت يعني ما تقدر يعني أقل شيء اليوم بيت أخوك مرتك تقولي شبعنا مرتك أخوك عندها وانت ما تيبلي وتصير بشاكل القرقعان أقل شيء قرقعان هذا يايب قرقعان قرقعان هذا يكلفهم ثلاثمائة دينار ومعمائة دينار واجي واحد ويا شاري من الجمعية هذة إمكانياته أنا اللي أقصده اليوم احنا هدى بالمسرح ناقش حتى كرة أناقش رفع الأسعار ش السالفة حتى الصيدلية الدش دوة تشتريه الصيدلية مثلا 12 دينار صيدلية ثانية 14 وكثير من الأمور اليوم احنا فعلا لما نتكلم في المسرح نتكلم من واقع اليوم البيوت الكويتية اليوم اللحظة قلت شيء أنا الواحد بمني أنا ما أخذ دعم من الدولة لأنه مثل البيت قديم بعته ويتدبس على فكرة اللي يأخذ بيت ورث أو ما هذا يدبس طبعا أنا بيت أمي الله يرحمه بالجهرة دبست فيه بعته على جارنا الله يرحم جارنا لكن ما تأخذ بعدين من الدولة ما تأخذ أو تأخذ مبلغ لأنك ورثت إيه لأنك ورث لا يأخذ حدود بالجهرة شو أرث نقطة مهمة جدا هذه الناس تبيهة تبيه الحجي هذا أنت اليوم تطرف لي الطفل كم طفل أيامنا احنا شنو جشداشة ويلبسها أربعة من وراك عزكم الله اللي نعال يتقطع على البيت كله أحنا طفل هالكبيرات جوتية عزكم الله وعز الله مشاهد مزامة بستين دينار فأنا أقصد اليوم عندنا غلاء معي شيء بس ما في ارتفاع رواتب لأن تضخم زاد في كاش أزيل أقولك شيء اليوم احنا فأنت خاصة عندما أعلنوا أن هناك علاوة بتجيح المتقاعدين ارتفعت الأسعار كلها بالسوق أقول شيء علاوة قالوا يزدنا المواطن 20 دينار يزدون السوق 30 أم يد دينار كمامات بعد أزمة المفروض ينمون مجانا بالصدي ما تأخذ تطلع ما همهم سلامة المواطن همهم تجيب المستفيد فاليوم الله يذكره بالخير خادر رضائج على الكمامات بلاش باش فينا شيء لا راح داخل وطلع ترى ساعات فعلا ساعات ساعات